حذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوث الإنقلابية ودعمها في مصادرة إرادات الدولة على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز مدني منذ أربع سنوات اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ دعت تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوث الإنقلابية في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة وعدم المشاركة في أحداث الأزمات أو حجد الصفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول وشددت على التجار الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها اللجنة الاقتصادية وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا وماليا وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الإقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني ويعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن كما أكدت أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات تفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استفاء جميع الشروط والضوابط وفق لقرارات الحكومة وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجارة في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية